اشتركوا في القناة نظرة تاعي تحقيق الاستدامة على اعلى المستويات العالمية في ايجاد انجع الخطط والدراسات في مؤتمر التميز التشغيل الخامس في النفط والغاز والبتروكيمويات الذي يسلط الضوء على الفرص الخاصة بنشر التكنولوجيا وضمان نجاح استخدامها عبر معاينة جوانبها الاقتصادية والبيئية والصحة والسلامة الى جانب الكفاءة والاعتمادية في الصناعة النفطية تميز التشغيل مهم جدا وخاصة لقطاع النفط والغاز لانه هو معني بالاعتمادية في التشغيل معني بالكفاءة في التشغيل معني كل هذا يصب في التميز والمحافظة على السلام والبيئة للأفراد والمنشئات وكذلك يعني بالربحية في الأداء التشغيلي القطاع النفطي في مملكة البحرين يعمل وفق استراتيجية واضحة تقضي بإشراك القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة المشاريع النفطية لتطرح هذه المواضيع نفسها في المؤتمر حول إدراك القيمة الكاملة للبيانات التشغيلية وتحسين أداء المصافي باعتباري أن مصفات بابكو حققت مستويات في الأداء عالية تقتدي بها الشركات العالمية التميز التشغيلي هو تحقيق والاستدهمة في تحقيق أعلى المستويات العالمية في البيئة والصحة والسلامة والاحتمادية والكفاءة وطبعا نحن بابكو خطط خطوة كبيرة بتوجيهم القيادة الرشيدة في رفع مستوى صناعة النفط والغاز وبتوجيه من معالي الشيخ محمد بن خليفة أهل الخليفة خطينا خطوات كبيرة حيث أننا نحن حققنا فيها على سبيل المثال 17 مليون ساعة عمل لأول مرة في تاريخ بابكو من 80 سنة في هذه السنة وهذا تميز التشغيلي كذلك حققنا أعلى المستويات كذلك في الاحتمادية حيث أن مستوى تشغيل وحداتنا يعتبر على نفس المستوى أو أعلى من الكثير من الشركات العالمية نحن كشركات بركمويات على رسم مثلا شركة اسكم ننتج كثير من أنواع بيتركمويات الموضوع التميز التشغيلي هذا موضوع على رأس القائمة بتحقيق أهداف وستراتيجيات جميع الشركات العاملة في مجال بيتركمويات الموضوع هذا يطرق عدد كبير من المواضيع الحساسة للشركة منها أهداف الشركة الاستراتيجية وكيف تحقيقها على الأرض الواقع المسيرة التنموية التي تشهدها الصناعة النفطية في المنطقة تشهد مواكبة مستمرة مع آخر المستجدات التكنولوجية وتطبيقاتها بما يضمن التطوير والحصول على أفضل النتائج للاستمرار في تطوير التكنولوجيا المستخدمة في النفط والغاز وتسريع وطيرة الإنتاج فيها مع الأخذ بعين الاعتبار كلفة الحلول المختارة من فعاليات مؤتمر التميز التشغيلي الخامس في صناعة النفط والغاز والبيتركمويات يأتي هذا المؤتمر لطرح آخر المستجدات والابتكارات التكنولوجية التي تشهدها الصناعة النفطية في منطقة الشرق الأوسط إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر شكرا